مردود التوريد المغزني يتم الدخول إليه من إدارة المغزون العمليات مردود التوريد سؤال متى نستخدم مردود أمر التوريد الجواب عند إرجاع أو رد بعض الأصناف إلى الشركات أو الموردين سواء أكان الشراء نقدا أو بالآجل سبب الإرجاع ربما عطل مصنعي ربما انتهاء الصلاحية انتهاء تواريخ الانتهاء أو غيرها من الأسباب المختلفة للرد أما خطوات استخدام مردود أمر التوريد على النحو التالي الضغط على زر الإضافة نذهب إلى رقم التوريد ما علينا إلا أن نقوم بإدخال رقم التوريد المراد الإرجاع من أو الضغط على F9 ستظهر جميع أوامر التوريد نقوم باختيار التوريد المراد الإرجاع منه مثلا التوريد رقم واحد ثم التحرق بالتاب أو بالماوس سوف تظهر جميع الأصناف في هذا التوريد الآن نريد مثلا إرجاع خمس حبات من تلفونات HTC ما علينا في البداية إلا أن نقوم بكتابة الكمية المرادة الإرجاعها ثم بعد ذلك نقوم بتصفير جميع الكميات الأخرى التي لا نريد إرجاعها لماذا نقوم بتصفيرها لأننا إذا تركناها معنى ذلك أننا سوف نقوم بإرجاعها مع الخمس الحبات الأخرى الآن ننتقل إلى البيان نقوم بتعديله وكتابات مرتجع مثلا ثم نقوم بعملية الحفظ بمجرد الحفظ يتأثر المخزن كميا أما التأثير المالي فلا يتم إلا من الترحيل ويتم ترحيل من إدارة الحسابات على النحو التالي خروج الخروج الذهب إلى إدارة الحسابات الترحيل مردود أوامر التوريد نضغط على أمر مرتين ترحيل إذا أردنا استعراض مردود أمر التوريد نقوم بالضغط على التاريخ ثم بالزر الأيمان ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على زر ترحيل سؤال ما هو القيد المحاسبي الذي ينفذه النظام آليا القيد المحاسبي سوف يكون من حساب الشركة المورد منها أو حساب الصندوق إذا كان نقدل إلى حساب المخزون ولمعرفة القيد يتم الدخول التقارير اليومية العامة نوع المستند مردود أوامر التوريد ثم نقوم بالضغط سوف تظهر لنا من حساب الشركة الموردة مدين إلى حساب مخزون التلفون الجوال هذا إذا كان بالآجل أما إذا كان نقدل سيكون من حساب الصندوق إلى حساب مخزون تلفونات الجوال نعود مرة أخرى إلى مردود أمر التوريد في إدارة المخزون ونقوم بعمل مردود آخر مثلا نقوم بضغط على زر الإضافة ثم نضغط على مثلا التوريد رقم اثنين التحرق بالتاب أو بالماوس مثلا نريد إرجاء مثلا خمسة كاراتين أصير سيزر نقوم بكتابة الكمية المرد إرجاء خمس حبات ونقوم بتصفير بقية الكميات ونقوم بتعديل البيان ثم نقوم بعملية الحفظ والترحيل من إدارة الحسابات نقوم بالضغط على أمر ثم نؤشر على ترحيل ونقوم بالضغط على زر ترحيل في بعض الأحيان قد تظهر عند عملية ترحيل مردود أمر التوريد هذه الرسالة يجب تحديد حساب فارق مردودة المجموعة صبص براثنين قبل ترحيل فواتير مردودات التوريد طبعا للمعلومة يقصد بفارق مردودات المشتريات هو الفارق ما بين تكلفة أو متوسط تكلفة الصنف الآن يعني في تاريخ الإرجاء وتكلفة الصنف عند الشراء هناك فارق هذا الفارق لابد أن يتم إقفاله أو إضافته أو إدراجه في حساب يتم إضافته في حساب المصروفات يسمى فارق مردودات التوريد ولحل هذه الرسالة لابد أولا من الذهب إلى الدليل المحاسبي والتأكد من وجود حساب فارق مردودات المشتريات في جانب المصروفات نضغط على موافق أوكي الخروج الذهب المدخلات الأساسية الدليل المحاسبي مثلا البحث عن طريق الرقم مثلا ثلاثة ثم إفتسعة البحث على فارق مردودات المشتريات نلاحظ أن فارق مردودات المشتريات مضاف في الدليل المحاسبي إذا لم يكن مضاف نقوم بإضافته هذه الخطوة الأولى لحل الرسالة أما الخطوة الثانية هو الخروج من إدارة الحسابات والتوجه إلى إدارة المخزون المدخلات الأساسية بيانات المجموعات الضغط على زر البحث ونقوم بالبحث على المجموعة 002 مجموعة العسائر مثلا ثم نقوم بالضغط على زر التأديل ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن حساب فارق المردودات غير مضاف في هذه الشاشة ذلك لابد أن نقوم بعملية إضافته بالضغط على إفتسعة أو إدخار ثلاثة رقم المصروف ثلاثة ثم إفتسعة واختيار فارق مردودات المشتريات ثم الحظ ثم نعود مرة أخرى إلى عملية الترحيل مردود أوامر التوريد نلاحظ أن الرسالة تظهر مرة أخرى بعد أن قمنا بالعملية معالجة بالطريقة السابقة ترحيل الآن ما هو القيد المحاسب الذي ينفذ النظام؟ لمعرفة ذلك يتم الدخول للتقارير اليومية العامة مردود أوامر التوريد القيد المحاسب سوف يكون من حساب الصندوق فارق مردودات المشتريات مخزون المواد الغذائية إذن قيد المحاسبين من حساب الصندوق طرف مدين إلى مذكورين فارق مردودات المشتريات ومخزون المواد الغذائية إذا ما عدنا مرة أخرى إلى مردود أوامر التوريد وأردنا البحث عن الأوامر أو مردود أوامر التوريد التي تم تنفيذها معالي للضغط على زر البحث ثم F9 سوف تظهر جميع أوامر مردود التوريد التي تم تنفيذها أما التقارير فنستطيع استغراض مردود أوامر التوريد من خلال إما من تاريخ إلى تاريخ أو من رقم إلى رقم أو بناء الأصناف المراد طباعة مردود أوامر التوريد وقد يكون التقارير إما إجمالي أو تحليلي إذا أردنا إرجاع بعض الأصناف التي لها سري المبر أو الأرقام التسلسلية في مثل هذه الحال نقوم باستخدام الخطوات التالية الضغط على زر الإضافة الذهاب إلى رقم التوريد ثم إدخال مباشرة أو ضغط على F9 مثلاً اختيار التوريد رقم واحد المراد الإرجاع من ثم تحرك بالماوس سوف تظهر هذه الشاشة شاشة الأرقام التسلسلية نقوم بإدخال الأرقام التسلسلية للكمية المراد الإرجاع منها مثلاً سوف نقوم بإرجاع خمس حبات لذلك سوف نبدأ من اول رقم تسلسلي مثلا الى اخر رقم تسلسلي الى ارجاع منه. ثم نقوم بضغط على موافق او الخطوة الثانية او نقوم باختيار من هذا الحق. اذا هو طريقة اما يدخل من رقم الى رقم او اختيار الحقوة المرادة الارجاع منها. ثم نقوم بعملية موافق. نلاحظ ماذا ظهور الكمية والان. نقوم بتصفير بقية الكميات التي لا نريد الارجاع منها. نقوم العم بالتصفير. ونقوم بتعديل البيان. ثم نقوم بعد ذلك بعمليات الحفظ. وبعد عملية الحفظ. وبعد الحفظ يتم التأثير المالي من خلال الدخول الى ادارة الحسابات. الترحيل. مردود اوامر التوريد. نقوم بالضغط على امر. مرتين. ترحيل. ترحيل. الان اذا ما ارضنا طباعات كشف الشركة التي تم الشراء والارجاع منها. نقوم بالدخول للتقارير. رشوفات الحسابات. الحسابات الفرعية. هناك طريقة لانزال الحسابات اما عن طريق رقم الحساب او جزء من رقم الحساب ثم افتسعه. او عن طريق كتابة اسم الحساب. نقوم بالضغط ادخال رمضان نجمة. مثلا التكنولوجي ثم افتسعه. والضغط عليها مرتين ثم طباعه. سوف يكون كشف الحساب الظاهر اماما لشركة التكنولوجيا على النحو التالي. في تاريخ الخمسة امر توريد مخزني. مبلغ ثلاثة سبعين الف واربعمائة اربعين. وخمسمائة اربعين دولار. هذا عند الشراء دائن لهم. اما ما تم ارجاعه بالمردود امر 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 التوريد. مبلغ الفين ومائة وخمسين. اذا الباقي لهذه الشركة هو واحد سبعين الف مائتين وتسعين. دولار. شكرا لكم.